بحث وزير العدل الغاضي بدر العارضة في العاصمة المواقعة تعدان مع الخبيرة الدولية في برنامج الأمم المتحدة للمائي وأندي بي أو جهو التعاون المشترك وآلية التنسيق الخاص بمشروع تطوير قدرات السلطة القضائية وكذا الخطوات الإجرائية لتنفيذ الخطة الوطنية لأجلدة المرأة والأمن والسلام وفقا لقرار مجلس الأمن رغم 1325 وأكد وزير العدل أن الوزارة تعمل على تطوير الجانب الإداري والمؤسسي لتعزيز دور أجهزة الغضاء في البلاد موضحا أن الوزارة تبنت في خطة العام الحالي تنفيذ برامج تنمية القدرات وصقل المهارات لأعضاء السلطة القضائية والإداريين العاملين في السلطة القضائية وأشار إلى العمل على تنفيذ عدد من البرامج التوعوية والقانونية والتي تستهدف المجتمع والشباب لما من شأنه حماية الطفل والمرأة والأحداث والإحداث بالشراكة والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والمنظمات الدولية بينها اليونسيف جانبها قدمت الخبيرة الدولية شرحا مفصلا عن طبيعة المهام المكلفة بها ومنها التنسيق مع الجهات المعانية لتنفيذ الخطة الوطنية للمرأة لأمن والسلام معكدة على أهمية الشراكة والتنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم الدعم المطوبة ومساعدات المتضررين من الحرب وخاصة النساء والفتيات ترجمة نانسي قنقر